أنه أعطوني الدواء بغصب عنه أبيّن أنه كانسر سرطان في العظم اسمه ساركومة فقدمنا تصريح عن طريق الارتباط رفضوا تم الرفض عن طريق المعسكر تقرير اللازمة كمان رفضوا ما مفهوم بالمراحل لحد هاي المراحل كمان مضايقات ندعو وإحنا طالعين أنا والوالد يمنعونا أنه نستمر في الطريق كان الانتفاث رهيب جدا روحنا مجلس النواب تفاجأ وهم جهزين لعافو أردني للإعلاج في مركز الحسين على حساب الديوان الملج تم الاعتقال في تاريخ 7-7-2020 دخلت التحقيق في مركزها في تحتكفى 35 يوم استمرت التحقيق خلال 35 يوم كانت تكون جولات تحقيق قوية ساعات كثيرة خلالها صار حالة من إعطاء لدواء غريب لغاز غريب هاي الأمور ما كان واحد بارف إشهي بطب ولكن اللي كان مستهجا أنه أعطوني الدواء بغصب عني أنه أثناء أعطي الزنزانة الزنزانة لا يوجد شبابية لا ترى الشمس أصلا فيها نظام شفاط هوا شفاط راطي هوا وشفاط بسحب هوا هذا الشفاط صار يضخ غاز غريب لما ضخ هذا الغاز وأنا استنشقته مباشرة تعبت لما تعبت ما في شوية ولا جاي السجان ومعا دكتور أو يعني ثلاث دكاترة ومعاهم السجان فأجل فتح الباب ومحاول يعني تستغرب طب انت كيف حرجتني انا تعبت طب في البداية طب بلت عليهم أنا مش كادرة تنفس أنا كاعدة بنخلي ما رد أجل الدكتور وجاي معا حب الدور خل انسك هاي حب الدور طب ايش هاي ايش في بدون ورقة بدون إسم بدون ولا أي شيء ورقة مفتوحة أنا ما بأوخذها لا بدك تأوخذها فأعطوني إياها بالغصب نسكوين أعطوني إياها بالغصب تكررت هاي الشغلة ثلاث مرة مثل ثلاث حبات دور بعدها مباشرة ربما بلا شصير معي أوجاء شديدة جدا يعني من وجع ننخرف عن عظم النخل احكي لهم في هندي وجع ما ها بيرد في طب بلدي دكتور أبدا ما تجاوب عاكم يعني هسا كان بنتيني وفيه شيء يستدعي أن أنا بدي دور بكتور بطل يتعرض مباشرة بعدها نتقلنا للمعتقالات نسلنا للمعتقال مجدو بعدها نتقلنا للمعتقال ريمون خلال الفترة هاي ظلت مستمرار أطلب الدكافة أطلب العياذة أطلب بدي زوج المستشفى أرد ما نسمحولي بالمرو بلش طل عندي ورم في البداية يعني بالإضافة لهذا الورم كان في صغير وجع مكانه غير أنه مكانه يسحب على كل العظم وصفت لهم الوجع وصفت لهم وصفت لهم وصفت لهم ما تحرف بالمرو نهائيا رفض بدي دكتور ما فيه ربي بدي علاج ما فيه يعني حكالي ممكن ممكن أن تعطف معه أعطيك هذا البانادول أو الأكامول هذا الأكامول ممكن أن يعرف جميعا أنه لوجع رأسه ما بزبط يادو يمكن أن تأخذك خمسة حبات لكي تروجك رأسك فلا ورم ووجع كانسر مثل هيك يعني فيما بعد لما تبين أنه كانسر بدي يكون وفي معه كامول مستحيل أفرج عني في 2021 بعد ما أفرج عني استمرت نفس العوجع وزادت زرنا كذا طبيب وعملنا صور اللي بتطلب إن شاء نكتشف طبيعة الورم بالضبط عندما اكتشفنا بيّن أنه هذا الورم مش غرم عادي بيّن أنه كانسر سرطان في العظم اسمه ساركومة فبعد ما بيّنه سرطان ها هون بدي هتبلش رحلة هلاج وشان انت تبلش تعرف ايش بدك تعمل فيه كيف تسيطر عليه كيف طبيعته كيف هو داخل الجسم بدأ تأثيره شو درجة المرحلة هون كانت تطلب أنك انت اللي هي المراحلة الأولى لازم تعمل شي بحكوله خزعة خزعة يأخذ عينة من الورم وشان يعرفوا ايش نوع كانسر بالضبط فقدمنا يعني هنا أصلاً تقدم مستشفيات اللي لدينا في الضفة خبرتها يعني معيفة وواضعة ومع فيها المكانية بسبب الاحتلال بسبب كثير أسباب كثيرة فمباشر نحن نتحول عن مستشفيات الداخل فقدمنا تصريحاً عن طريق الارتباط رفض تم الرفض عن طريق المعسكر بشكل مباشر نحن نقدم الوثائق و التقارير اللازمة كما رفض ممفقون المرحة فأخرونا في موضوع الخزعة تعاطف معنا فيه دكتور كان نفسه اللي بحالد في استشفيات الداخل بطريقة معينة ومن الاخرات تعاطف وعملنا العملية بصعوبات كثيرة في احدى استشفيات الطفة فهنا تبينت نتيجة الخزعة بين أنه كانسر خبيث وبحاجة لمرحلة جديدة من العلاج تنتقل لمرحلة طويلة اللي هي علاج كيماوي و يبدأ أنه يحجم الورم لكي نرى مرحلة فهنا كما مرة نتعالج علاج كيماوي في مستشفيات الداخل كما رفضوا جاءنا كما رفض أبداً لم يقبلوا نهائياً هنا علاج كيماوي في مستشفي النجاح وأخذنا لازم هنا لما أخذنا للجلسات الكيماوي كان لازم اكتشفوا أنه الورم تقريباً مثل ما لازم نطلع إلى مرحلة جديدة اللي هي إما استقصار الورم أو نرى مدى تأثير الورم على العظم ونرى هل الموضوع بتطلب أنه بتر القدم فهنا كمان ما يقارب التأخير اللي سببه من شهر ستة لشهر اثناش خلال هاي الفترة حجم الورم كان من أربع سنتي إلى خمسة سنتي وهي الحجم هذا طبياً ممكن أنك تسيطر على الورم وعلى مدى تأثيره ممكن استقصاله ولكن ما دام هو تجاوز الخمسة سنتي وصل حجمه بعد التأخير ممكن استقصاله من 12 سنتي إلى 9 سنتي ثالثاً يصبح من المدى تسيطر على القدم وهو خطر وإزالة القدم كبير جداً والأفضل البتء فإضطرينا قدما أننا صريحاً نفضوا حذنا تحويله لمركز الحسين في الورد لمنه أنه تزحيل العمور لكي نستعنف الإلاج بعد ذلك لحد هذه المراحل مضايقة من نجه ونحن نحن منعونا أن نستمر في الطريق ونحن نسافرون ونجدون ترجعون في البداية لم يرجعوني ولكنه أرمى التقارير ونجدون تعمل فأصر أن يرجعوني الوالد وفعل أبو جمالي أنت تمرون والوالد برجعوني لذلك، كانت تعامل رائع جداً وكانت التعامل والالتمام حول قضية مثل هذه فلسطيني وأسير محرر أول أن أراه بالاتفاة بعد كان الالتفاف رائع جداً لذلك، قد نكونوا أولئك وانتوا من أجل السلام، وانتوا من أجلس وانتوا على وجود النهائب أذهب إلى مجلس النواب أتفاجأ وهم مجهزين لي عفو أردني للإعلاج في مركز الحسين على حساب الديوان الملد هذا مجرد أن نسمع أنه فلسطيني وأسير وصار معي حادث سجون الاحتلال وبدون ما أنا أقدم ميدهم بدون ما أنا أعطيهم أي أوراة هم مجهزين لعفو وعطانية هذا مركز الحسين أهل الأردن نفسهم يعرفوا أنه إذا هم نفسهم يتعالجوا فيه ليس كثير سهل المهبوء يعني سهلوا للأمور بشكل نصيد جدا بدون ما ما أقدم صدقاً الموضوع هذا حساس جداً ولازم التعامل معه بشكل جدي وكبير يعني لأنه الموضوع ليس بسيط ليس أنا أول واحد ولا آخر واحد كذا أسير صار معي نفس الكلام وكذا أسير إصاباته بلسه أخطر منه وكنا نعرف آخر أسير استشهد من فترة صغيرة الخطيب استشهد من فترة صغيرة وكان سبب الاستشهاد هو مرب السرطان يعني الأسرة لين؟ بدأت تعامل جداً مع هذا الموضوع وصفت للأسرة حق التجارب للأسف أي دواء أي شيء معين يزرعوا فيه بدون ينتقل من أسرة معينين يزرع فيه وهو الأسير من شارع فلازم يكون فيه وقفة جدية من الناس من الشارع من المؤسسات من الأسماء الكبيرة لازم يكون لتعامل جداً مع هذا الموضوع لأن وصدقاً مصير هذا الموضوع ما أحد أعرف لهذا وكذا أسير صار مستشهد وكذا أسير صار متصادر الموضوع خطير جداً صراحة يعني هو حقيقة غياب مصعب عام ونصف في الأردن يعني مش كان محبة مننا أو رغبة مننا أن يغيب عام ونصف لكن هذا العام ونصف قضاها يعني حنا نعرف اليوم أغلب الناس في العالم الشباب بتطلع تشم الهواء تطلع تروح تنبسط تطلع تكذاء أوقات طيبة لكن نحن قدر لأنه في العام ونصف قضاهم في مركز الحسين للسرطان للعلاج لتلقي العلاج من هذا مرض السرطان اللي أصيب فيه في سجون الاحتلال وقد يعني نصيبه أنه تم بتر قدمه من تحت الركبة بسبب هذا المرض العيني اللي أصابه في العظم إحنا في البداية لما سافر للعلاج طبعا هنا طلعنا له قبول مستشفيات في الداخل في الكدس وتحويلات لكن أكثر مرة قدمنا الارتباط العسكري الإسرائيلي عن طريق الارتباط المدني الفلسطيني تم نرفض بشكل قاطع لا هو ولا إحنا ولا أي حد في الآخر يعني جبنا تحويل عن طريق السلطة وخرجنا فيه إلى الأردن على الجسد اللي طلعت أنويا في البداية يبدو هم رجعون أنويا تحت الإصرار قلت لهم إذا المشكلة عندنا برجع فقالوا لي خلص أنت ممنوع تسافر فسافر لوحده بنفس اليوم كان عنده دخول للمستشفى فخرج على الأردن سافر وأنا رجعوني وقال له ممنوع تسافر بعدها بسبوعين تقريباً طلعت أم وأخو عاصم عنده وأنا ظليت ممنوع تقريباً شهرين أو ثلاثة قدمت محامي من الداخل فكونها قضية إنسانية وحكوا معنا منظمة الصحة العالمية كمان تواصل بشكل مستمر وكان لهم دور يعني عن طريق المحام وهي المنظمة إنه تم الضغط وجابونا موافقة وطلعنا عنده طبعاً بعد ما أجر عملية بتر القدم يعني ما كنا جنبه في هذه الفترة كانت والدته وأخو وأعمامه هناك الله يجزيهم الخير وبارك فيهم والعائلة ما قصروا احتضروا ووقفوا لجنبه وبعدها إحنا طلعنا وزرنا يعني مرتين بعد ما بلشوخ الفلاج الكيماوي أخو الله حقيقةً يعني كلام يعني إحنا لمسناه يعني هناك في الأردن بدايةً العائلة اللي هم إخواني عائلتي العائلة الكريمة كان لهم دور كبير جداً ودور مميز في الحال النفسي اللي كان فيها مصعب عندهم في الدعم النفسي الدعم المعنى والدعم المادي يعني باختصار لو كان عندي ما بالخدم زي ما خدم معمو هناك وقربهاي والعائلة كمان إشي نفت انتباهنا بشكل غريب جداً واندل على شيء فيدل على أصالة وكرم الشعب الأردني والناس اللي في الأردن وإحنا من خلالكم نوجه لهم شكر كبير جداً جداً وعميق يعني شخصيات وطنية شخصيات وزراء نواب في مجلس النواب الأردني شخصيات في كل الأحزاب والاتجاهات اللي هناك مؤسسات حقوقية يعني ما ظل حدا ماء جزار مصعب على مركز حسين للسرطان وقدموا يعني ما يستطيعوا حتى إنه هناك يعني بعضهم قال إحنا على استعداد إنه العالج هو من الجبلو اللي هو زي ما حكينا التغطية من الديوان الملكي للعلاج إذا ما شدش أمور التحويل لكن التحويل اللي من عندنا من وزارة الصحة الفلسطينية أيضاً مشكورة كمان ساعدتنا في هذا الجانب وعطتنا تحويلة علاج كامل طوال الفترة على حساب التحويلة وزارة الصحة الفلسطينية يعني رب نجزيهم الخير فكان يعني الشعب الأردن المعطاء كان لهم دور كبير جداً حتى المؤسسات الإعلامية زاروا عنه لقاءات غطوا موضوع زيارته بشكل كامل كان يعني وقفة رائعة جداً من أهلنا وإخواننا وشقانا في الأردن